أهلا بكم إلى ساعة الثانية من العالم الليلة نبدأ بأبرز العنوينة بالتزامن مع حرب غزة تحذيرات دولية من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية نتيجة الضغط الاقتصاد الإسرائيلي كارثة لا يراها العالم السودان معرض لمجاعة ستود بحياة أكثر من مليونين ونصف المليون شخص والوقت ينفد الاتحاد الأوروبي يجدد وجوهه قادة الاتحاد يبحثون أسماء زعماء التكتل بعد الانتخابات الأوروبية ورئيسة المفوضية باقعة روسيا وكوريا الشمالية إلى ذروة تطور العلاقات بوتين في زيارة إلى بيونج يونج هي الأولى منذ عقدين والتعاون العسكري على رأس الزيارة السلطة الفلسطينية تواجه خطر الانهيار القريب ويوجد موعد مرتقب لهذا الانهيار حسب وزارة الخارجية النرويجية التي قال وزير خارجيتها بارث أدي قال إن السلطة الفلسطينية قد تنهار هذا الصيف نتيجة نقص التمويل واستمرار العنف وعدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل تحذر النرويج من الوضع بالغ الخطورة وتؤكد أن السلطة الفلسطينية تنصف معها لتجنب هذا الانهيار ويؤكد وزير خارجية النرويج أن الانهيار قد يحول الضفة الغربية إلى غزة جديدة الأمر الذي سيكون مروعا للجميع تحذير النرويج يجذب الكثير من الانتباه حيث تترأس الدولة مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين كما أنها من دعمي السلطة الفلسطينية إن الحل الحقيقي لمشاكل الشرق الأوسط هو في حل الدولتين وفي هذا الصدد نحن بحاجة إلى بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية وتمكينها من العودة إلى غزة ولذلك فإن عمل الأمم المتحدة هو أمر لا غنى عنه تحذيرات النرويج تأتي بالتزامن مع مناقشة الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات عقبية ضد السلطة الفلسطينية وبررت إسرائيل ذلك بالرد على اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية ومشاركتها في قضية محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل كما تعتبر إسرائيل السلطة الفلسطينية مسؤولة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذاكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الفاع يو أف جالنت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة قبل أيام أمر وزير المالية الإسرائيلي بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفراداً منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون وتشكل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة حوالي 65% من إجمالي الإرادات الفلسطينية الناس ما حاش لا تصرف ولا تلك من ناحية الموظفين الموظفين معهمش لا مع شهاد ما يعني بياخدون سمعاش لا أجل نفحهم عجور دين يعني نجي يسدوا الدين فيه وأغلبية الناس قاعدة يعني إحنا بوضع حرب ومش الحرب اللي هي العسكرية بس بغزة في عنا إحنا حرب هوني بتضفة الغربية من نوع تاني نوع حرب اقتصادية وحرب على المواطن وحرب على أرزاء المواطن بكل الأساليب بيستعملوها معنا ووضع الناس كتير كتير مزري لا في شغل في قلب إسرائيل ولا في موظفين وعنا مصيبة إنه الموظفين بيش قضيب يعني اللي بدي يشتري ضحية إلى أولاده يطعمهم شقفة لحمة بدي يبيع داره عشان يشتري له شقفة لحمة يعني الناس ما انت شايف أو ما الفش ما بيشتغلوش عنا 8 شهر بحصار حصار اقتصادي صعب يعني مش بس في غزة حرب عنا حرب اقتصادية بره ومن ضمن الإجراءات العقابية لإسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بناء المزيد من المستوطنات في الضفة فما التفاصيل يا حنان؟ شكرا راوية من المقرر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على مقترح تحت اسم تعزيز المستوطنات في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني دون أن يتم تحديد مواد لهذا الاجتماع وزير المالية سموت ريتش كان قد قال في مايو الماضي أن على إسرائيل الموافقة على بناء مستوطنات جديدة تشمل عشرة آلاف وحدة سكنية وطلب أيضا بإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية والغاء تصريح سفر مسؤولي السلطة الجدير ذكره أن الحكومة الحالية تتعامل مع ملف فلسطيطان بأنه لا يخضع لأي قيود من أي نوع وزادت من إجراءاتها فلسطيطان بعد هجوم السابع من أكتوبر ولم يسبق في إسرائيل أن تعاملت أي حكومة مع هذا الملف بهذه الطريقة حيث يستغل وزير المالية سموت ريتش منصبه لتغطية كافة المستحقات المالية المطلوبة للاستيطان كما يقتن العديد من وزراء الحكومة الحالية في الضفة الغربية ينضم إلينا مرام الله مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولة أهلا بك سيد عبد الفتاح هل سنشهد إفلاس أو إنهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف كما تقول النرويج؟ التحية لك بداية ولمشاهدين الكرام وأضحى مبارك عليكم جميعا وعليك عندما كان قد أعلن هذا المتطرف وزير المالية سموت ريتش منذ مدة أنه سيمنع وصول أي من المستحقات والعوائد الضريبية التي تجمع لصالح فلسطين ولصالح دولة فلسطين في سبيل تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سموت ريتش بن كفير هذا اليمين هم أصحاب هذا النهج الذي ينادي بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير الكيانية السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني التي هي النواء الأولى للوصول إلى الدولة الفلسطينية وبالتالي هم أعداء للدولة الفلسطينية ولا يريدون للشعب الفلسطيني أن يصل إلى الدولة الفلسطينية سيد عبد الفتاة هذه الأمور معروفة ما هو وضع السلطة الفلسطينية الآن من الناحية المالية؟ هل سنشهد انهيارها؟ ما هو الوضع؟ يعني بكل تأكيد هناك حصار كبير على السلطة الوطنية الفلسطينية الوضع الاقتصادي صعب ولربما لو استمعتم من خبراء اقتصديين ومتصلين مباشرة بالشأن المالي الفلسطيني لتحدثوا بتفاصيل أكثر دقة عما يمكن أن نتحدث به أنا نعم هناك حصار مقصود وهذا جزء من العدوان على شعبنا الفلسطيني ولا ربما ستصل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها أمام هذا الحصار أولا الحصار الذي ينتج عن سرقة أموالنا الفلسطينية وعن عدم وصول أي شكل من أشكال المساعدات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية على عدم تفعيل شبكة الأمان التي كانت قد خرجت بها القمم العربية المتتالية على المستوى السياسي هذا الوضع الصعب كيف يتم مجابهته يعني ما الإجراءات هل هناك من اتصالات لتأمين بدائل بكل تأكيد هناك اتصالات وعندما قام السيد الرئيس بتكليف حكومة الدكتور محمد مستقى كحكومة تكنقراط هي كان الهدف منها أن يكون هناك المجال مفتوح أمامها لتتمكن من ممارسة دورها بشكل كبير في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية وأن تتمكن من جلب المساعدات التي ممكن من خلالها إعادة إعمار القطاع أو دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا الوضع صعب لكن سياسيا لا يرتبط الأمر بالسلطة الوطنية السلطة الوطنية كان المراد منها أن تكون المقدمة للوصول إلى الدولة الفلسطينية نحن هدفنا الدولة لكن سياسيا عنواننا هو منظمة التحرير الفلسطينية وهذا العنوان لطالما كان هو عنوان الشعب الفلسطيني قبل أن تكون السلطة الوطنية وكذلك بعدها ستظل لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بإجراءات مضادة؟ هل يمكن أن توقع تحركات مثل إعادة تعريف السلطة تحويلها إلى دولة؟ يعني لماذا السلطة الفلسطينية لا تقوم بأي إجراءات ضد ما تفعله إسرائيل من سياسة العقاب هذه؟ سيدتي نحن نقوم ونتحدث مع المؤسسات الرسمية والقانونية في هذا العالم لكن المنظومة الدولية لا تقوم بدورها إيجراءات ولكن المنظومة الدولية تطالب هذه السلطة بتجديد نفسها تطالب بانتخابات يعني هذه الحكومة حتى الآن ما الذي قدمته لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن في الضفة؟ وإن كان ما تتحدثين به مهما هل يمكن للشعب الفلسطين أن يعيش حياة طبيعية ويمارس عملية انتخابية وديمقراطية في ظل وجود الاحتلال على العالم أن يكون واضحا وعادلا عليه أن يقوم بإنهاء الاحتلال والعدوان وتمكين الشعب الفلسطيني وإيصالوا إلى المرحلة التي بإمكانوا أن يدير شؤون حياة الفلسطينية ويقيم انتخابات في كل مكان في فلسطين يجب عليهم أن لا يتحدثوا في هذا الأمر بالقدر الذي عليهم أن يقوم بفرض دورا دوليا لإنهاء العدوان والاحتلال ولرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ولإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني حتى يكون قادرا على ذلك سيدتي المشكلة ليست في السلطة الوطنية وفي سياساتها يعني في كل استحقاق وفي كل مواجهة مع هذا الاحتلال يتذرعون وتحديدا أمريكا بالسلطة الفلسطينية غالب دول العالم تتحدث عن أداء المؤسسة الفلسطينية أنه أداء متقدم لكن لماذا اليوم عندما يكون هناك استحقاق وترفض دولة الاحتلال وتواجه أمريكا الموضوع سياسيا وليس مرتبط بشكل سلطة الفلسطينية الموضوع السياسي ولكن هل يمكن سيد عبد الفتاح أن نرى يعني كما حصل في غزة 7 أكتوبر جديد يعني هل هذا التضيق قد يؤدي إلى ثورة من الناس إن كان على السلطة أو حتى على ما تقوم به إسرائيل يعني لا يمكن في الضفة أن يكون هناك ثورة على السلطة إن كان سيكون هناك مواجهة مفتوحة نحن كنا نرغب أن لا تتسع المواجهة وأن لا ينزق الدم الفلسطيني أكثر مما هو عليها الوضع الطبيعي أن لا يكون هناك دم ومواجهة مع الاحتلال الوضع الطبيعي أن يعيش الشعب الفلسطيني في حالة استقرار سموتريتش بن كفير نعم هم يريدون انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية ويردون دفع الحالة في الضفة الفلسطينية إلى حالة من المواجهة الواسعة حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططهم واعتقادهم بأنه بإمكانهم اليوم أن ينفذوا ما أسموها خطة الحسم أي حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني بالقوة لكن هم واهمون ساحة الضفة إن اشتعلت أكثر مما هي عليه الآن تقدير أصلا جهاز مخابرات الاحتلال يقول لن يكون سهلا ولذلك عواقب أي انفجار ستكون وخيمة ليس علينا وإنما على الاحتلال وإنما على المنطقة لا نريد ذلك فلسطينيا نريد أن نجنب شعبنا الفلسطيني الدم والدمار لكن هذا الاحتلال وناوس موتريش وبنكفير وهذا اليمين المتطرف ربما يريدون ذلك وإن أرادوا ذلك عليهم أن يتحملوا التبعات ونتائج هذه المواجهة لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يظل صامتا على حقه وعلى كل ما يتعرض له من ظلم وعدوان وحصار وهذا الوضع الصعب وضيق العيش الذي يعيش به الشعب الفلسطيني نتمنى أن نتمكن الخروج من ذلك للشعب الفلسطيني سالما لكن لربما لا يريد الاحتلال ذلك ويكون القادم أصعب بكثير مما يتخيل هذا المجنون سموتريش وبنكفير شكرا جزيلا لك من رام الله مسؤول الأعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح حبد الفتاح دولة شكرا أكد ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أهمية تحرك المجتمع الدولي لضمان حماية الأرواح في قطاع غزة وقال الأمير محمد بن سلمان إن عيد الأطحى يحل مع استمرار الجرائم الشنيعة على الأشقاء في غزة مؤكدا أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القطاع يحل علينا عيد الأطحى المبارك مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة وإننا نؤكد ضرورة وقف الفوري لهذا الاعتداء فإننا ناشت بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الأجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرة من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجد المملكة دعوتها المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعصمتها القدسة الشرقية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة وليتحقق سلام الشامل والعادل والدائم السودان في مواجهة أسوأ مجاعة في العالم قد تتجاوز مجاعة إثيوبيا التي أودت بحياة مليون شخص قبل أربعين عاما الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام تواصل منع وصول المساعدات إلى مستحقيها التحذيرات مستمرة من كارثة إنسانية ذات أبعاد تاريخية وبتغطية إعلامية واهتمام عالم أقل بكثير النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل البلاد لم يتلقى سوى 16% من الأموال التي تحتاجها وفق صحيفة الغوردين البريطانية يأتي ذلك في ظل اتهامات للجيش السوداني وقوات الدعم السريع باستخدام الوصول إلى الغذاء كسلاح في الحرب المستمرة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قالت إن هناك حاجة لأي استيقظ العالم على الكارثة التي تحدث أمام أعيننا في السودان المسؤولة الأمريكية أضافت أنه في أسوأ السيناريوهات يمكن أن تصبح المجاعة في السودان أكثر فتكا من مجاعة إثيوبيا في أوائل الثمانينات التوقعات تشير إلى إمكانية وفاة ما يزيد عن 2.5 مليون شخص أي حوالي 15% من السكان في دارفور بحلول نهاية سبتمبر المقبل أسباب وصول السودان إلى هذا الحال تتمثل أساسا في استمرار العمليات القتالية ما يصعب ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها هذا فضلا عن اتهامات لطرفي الصراع باستعمال الغذاء كسلاح هناك تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نازك أبو زيد رئيسة مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان أهلا بك معنا أبدأ معك سيدة نازك من أكثر المدن السودانية جوعا مرحبا أهلا هل تسمعينني؟ مرحبا لم أسمع السؤال عزيزتي سيدة نازك سألتك عن ما هي أكثر المدن السودانية التي تأثرت بالمجاعة مرحبا كل عام وأنتم بخير وهاقد جاء عيد الأطحى الثاني على السودانيين ولسان حالهم يقول كما قال المتنبي بأي حال عدت يعيده بما مضى أم بأمر فيك تجديد يمر هذا العيد وما زالت رحها وحدة القتال ورقعته تزداد يوما بعد يوم في السودان وما زالت جوع وما زال المرض يفتك بأهلنا في السودان أكثر المناطق المتأثرة بالجوع هي مناطق القتال والصراع دارفور الجزيرة الخرطوم هي أكثر الأماكن التي تتأثر بالقتال وبالمجاعة حتى في أحياء الخرطوم حسب سيطرة الجيش أو القوات الدعم السريع يكون هناك حصار فالمنطقة المحاصرة يعاني أهلها من الجوع حتى أصبحت الأحياء في الخرطوم يصحوا السكان من الصباح ليقفوا في طوابير طويلة جدا لأخذ ما يسد رمقهم من الطعام وفي الغالب هو عدس ماذا عن الحاجات الطبية كل ما تحتاجه المستشفيات وأنت دكتورة فعليا ما هي النواقذ خاصة أن المستشفيات يتم استهدافها أيضا نعم نعم المستشفيات تعاني كثيرا من نقص الأدوية نقص المعدات نقص الأساسيات حتى لإسعافات الطوارئ نقص الشاشة الطبي نقص المحاليل الوريدية نقص أدوية التخدير المعقمات كل شيء ناقص حتى الكادر الطبي نفسه إضطر معظم الأطباء والكوادر الطبية للفرار من هذه الحرب وترك أماكنهم التي كانوا يعملون فيها الحال سيء جدا الحالة المستشفيات والحالة الصحية عموما هذا غير الأمراض المزمنة وغير الأمراض الوبائية التي نتجت من تلوث البيئة ومن عدم وجود أدوات النظافة ومعيناتها شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتورة نازك أبو زيت مستمرون معكم ولدينا بعض الفاصلة وفق خطة تفويج منظمة نحو مليوني حاج يواصلون رمي الجمرات أهلا بكم شهدت منشأة الجمرات منذ بعد ظهر اليوم توافدا كبيرا للحجاج الذين توجهوا لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق يأتي توافد الحجاج ضمن الخطط التي وضعتها الجهات الأمنية والتنظيمية وفق جداول محددة لكل حملة حج لضمان سلاسة دخول وخروج الحجاج وعدم حدوث حالات ازدحام حول الجمرات أو تدافع بين الحجاج المنشأة المكونة من خمسة طوابق شهدت حضورا مكثفا على امتدادها للفرق الصحية والإسعافية والإرشادية التي تقدم خدماتها للحجاج طوال اليوم على امتداد فترة وجودهم في مشعر منا بالتوازي تعمل غرفة القيادة للمنظومة الصحية بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية على مواجهة أي أخطار صحية تواجه الحجاج وكانت ضربات الشمس والإعياء الحراري أكثر الحالات الطبية التي استقبلتها مستشفيات المشاعر منذ بدء موسمي حجي العام الجارية ينضم إلينا مراسل آل عربية عبد الرحمن للعصيمي أهلا بك عبد الرحمن أنت في الحرم المكي كيف هي خطة تفويج الحجاج حتى الساعة نعم راويا نحن في صحن المطاف في الحرم المكي شريف وتسير خطة تفويج الحجاج من الجمرات إلى الحرم المكي وفق خطة زمنية محددة ومنظومة متكاملة من جميع القطاعات سادع زميلي وليد يأخذ لنا جولة في صحن المطاف كما نشاهد الآن بدء الازدحام يخف بعض الشيء مقارنة بالساعات الماضية بالنسبة للحجاج في صحن المطاف متوقع يوم غد يكون يوم مزدحم للغاية لأن الكثير من حجاج الداخل يفضلون التعجل ومغادرة المشاعر المقدسة يوم غد وأداء طواف الوداع غدا تقريبا حوالي الساعة يعني بعد صلاة الظهر سيبدأ الازدحام شيئا فشيئا حتى ساعات المساء المتأخرة غدا ربما سيتم امتلاء صحن المطاف بالكامل في الدور الأرضي وأيضا الدور الأول والدور الثاني وربما أيضا سطح المسجد الحرام طبعا كل هذه العمليات عملية التنظيم ترافقها قوات أمنية تشرف على كل صغيرة وكبيرة لحماية طوف الرحمن وتقديم الدعم اللازم لهم إذا ما تحدثنا عن عدد المتطوعين مثلا على سبيل المثال في الحرم المكي تقريبا أكثر من خمسة آلاف متطوع صحي يقدمون الخدمات الصحية بشكل كامل للحجاج بالإضافة إلى تخصيص مداخل خاصة للحجاج ومخارج أيضا في الحرم المكي منع للإزدحام وأيضا لمحاولة سلاسة التحرك بالنسبة للحجاج تفضلي راوية إلى جانب الخدمات الصحية والإرشادية ما الخدمات المقدمة للحجاج؟ وكفت الرنة نعم راوية إلى جانب الخدمات الصحية التي تقدم من قبل الجهات المختصة ما هي الخدمات الأخرى التي تقدم للحجاج؟ نعم خدمات متنوعة راوية بالنسبة للحجاج إذا ما تحدثنا في الحرم المكي على سبيل المثال هناك عربات غولف مخصصة للطواف لكبار السن والنساء والأطفال عربات الغولف هذه موجودة في الدور الأول والدور الثاني وسطح المسجد الحرام تختصر وقت الطواف ويصل الوقت تقريبا من ربع ساعة إلى عشرين دقيقة يعني يستطيع الحاج أن ينتهي من الطواف سريعا عبر عربات الغولف هذه بالإضافة طبعا الخدمات الأخرى هي توزيع المياه الباردة بالنسبة للحجاج وأيضا توفر المراكز الطبية داخل الحرم المكي الشريف أيضا المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام يوجد فيها العديد من الخدمات والأسواق وأيضا المطاعم بكافة مستوياتها ليستفيد منها الحجاج وأيضا الهدايا التي يحرص الحجاج على اقتنائها قبل مغادرتهم للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة شكرا جزيلا لك من صحن الطواف في الحرم المكي مراسل العربية عبد الرحمة العاصمة جسدت الطبيبة السعودية ليان لعنزي أحد الكوادر الطبية المشاركة بموسم الحج أجمل صور الإثار عند إكمالها لمهمة الحج وتقديمها للخدمات الصحية للحجاج رغم تلقيها خبر وفاة والدها بمدينة الرياض المزيد برفقة الزميل سلطان السلمي خلال موسم الحج ووسط انشغالها بعلاج الحجاج تفاجأت طبيبة الأسرة السعودية ليان لعنزي بنبأ وفاة والدها ورغم عظم هذا الخبر إلا أنها لم يمنعها من مواصلة عملها في المشاعر أول ما جاني للخبر صراحة تعبت صرت إش أنا يعني مسكت نفسي عن البكاء يعني بالصوت لكن الدموع ما وقفت وأنا حتى في العمل الدموع يعني ما أنا قادرة أوقفها لكن عملي قدام عيني قدام عيوني خدمة الحجيج قدام عيوني مهمة يعني كان عندي أهم شيء أن أقدم الخدمة لكم الوجه سبحان الله يعني توفى وأنا في الحج كانت أمني تويشنا أنه أقدم أحسن ما عندي للمحجاج اللي ضيفة الرحمة ملامح الحزن ارتسمت على محياها إلا أنها تقدم أجمل صور الإثار مع مرضاها ما دفع وزارة الصحة السعودية لتخصص عيادة تحمل اسم والدها بأحد المراكز الصحية بمشاعر مستلفة تكريما لموقفها لما زارني الوزير وقام بواجب العزاء واساني وخفف عني الكثير وقام لما حط العيادة باسم الوالد الله يرحمه والدي مشعوف العنزي وخفف عني الكثير وخفف الحزن والأسل أنا كنت فيه وقت الانتداب وأشكر جزيل الشكر على ما قام به من المشاعر المقدسة سلطان السلمي العربية قبل أن نستكمل ملفات العالم ليلة هذا موجز ليهم الأنباء قال نائب في الكنيسة الإسرائيل عن حزب الليكود الذي يترأسه بن يمين نتنياهو إن الحكومة الحالية فشلت في تحقيق أي إنجازات شدد النائب في الكنيسة إلياهو رفيفة على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة مضيفا أن إسرائيل وأمنها يجب أن تكون الأولوية لدى أي حكومة أعلنت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر أن واشنطن ستفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين في اليمن وفي السياق ذكرت وزارة الخارجية في بيان العقوبات تهدف إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد والكيانات التي ستتم معقبتها لقي أحد عشر شخصا مصرعهم وفقد العشرات في غرق قاربين للمهاجرين غير النظاميين قبالة السحل الإيطالي أحدها آت من تركيا والآخر من شمال أفريقيا وأعلن خفر السواحل في إيطاليا إنقاذ 12 شخصا من مركب شراعي غرقة قبالة سواحل كالابريا جنوب البلد أكدت أوكرانيا أن روسيا كثفت هجماتها على الجبهة الشرقية لإنهاك القوات الأوكرانية إلى أقصى حد قبل وصول مقاتلات أفزة عشر وقال قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيرسكي إن قيادة القوات الروسية تبذل حاليا كل ما في وسعها لزيادة وتوسيع حدة الأعمال القتالية من أجل إنهاك قوتنا إلى أقصى حد قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن الدول المسلحة نوويا تعزز من ترساناتها النووية في مواجهة الصراعات العديدة على مستوى العالم وذكرت تقرير إن ما يقرب من 9580 رأسا حربيا نوويا تمت تسجيلها لاحتمال استخدامها في يناير الماضي تتجه الأنظار في أوروبا إلى بريكسال الحيث يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين بشكل غير رسمي لرسم خارطة الاتحاد بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت فوز أحزاب أقصى اليمين وبدأ عملية تقسيم المناصب العليا في الكتلة الاجتماع يشهد الاتفاق نهائيا بشأن اسم الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية وهو المنصب الأكثر حسما إذ يخطط زعماء الاتحاد الأوروبي للتمديد لأرسلا فونجرلين لفترات ولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة للمفوضية من بين المناصب الكبيرة الأخرى التي ستنافس عليها هو منصب رئيس المجلس الأوروبي وسيترشح له رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنتونيو كوستا أيضا منصب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يشغله الإسباني جوزيف بارل مطروح للتجديد حيث يتم تداول اسم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المعروفة بموقفها الصارمي تجاه روسيا فمن هي هذه السيداء؟ كايا كالاس ضمن عدد المسؤولين في دول البلتيق تضعهم روسيا على قائمة المطلوبين إذ تعتبرهم موسكو يرتكبون أعمالا معادية لها فوزارة الداخلية الروسية أصدرت في فبراير الماضي مذكرة بحث ضدها ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية موسكو سبق واتهمت دول البلتيق بالسعي لتخريب الانتخابات الرئاسية التي اكتسحها بلاديمير بوتين كايا كالاس تعتبر من أكثر المؤيدين المتحمسين من بين قادة الاتحاد الأوروبي لنظام فولديمير زيلنسكي في أوكرانيا كما أعلنت أنها تخصص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا خلال أربعة سنوات من بين أسباب العداء بين كالاس وموسكو أنها اقترحت في وقت سابق أن يفرض جيران روسيا حظرا تجاريا موحدا ووضع مجلس وزرائها قانونا لإطفاء الشرعية على الاستلاء على الأصول الروسية زعماء الأوروبيون متفقون فيما بينهم على أن روسيا تمثل تهديدا كبيرا الروس أكثر عدوانية من أين يأتي اقتراح السلام؟ أنا حريصة حقا على الاستماع إلى حجاجهم وما هي حجاجهم؟ لقد تغير هذا الاقتراح منذ آخر مرة ينضم إلينا من بروكسل نور الدين لفريدي مراسل العربي أهلا بك معنا نور الدين لمن سيتم التجديد ومن سيتم الاستغناء عنه من بين الأسماء التي ذكرناها منذ قليل في قمة التجديد هذه اللقاء التشاوري هذا المساء متواصل وفي هذه الساعة غادرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين طاولة القمة لأن القادة يبحثون الآن في المشهد السياسي الذي أفرزته سنديق الاقتراع يوم الأحد الماضي والذي تميز بشكل أساسي أولا من أن كتلة حزب الشعب الأوروبي أي كتلة الديمقراطيين المسيحين التي تنتمي إليها السيدة أرسولا فوندرلين تأتي في المرتبة الأولى وبالتالي فإن القمة مثل ما أكد الزعماء قبل دخولهم قاعة الاجتماعات ستحصل على صادقة القمة للفوز بولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية الوظيفة الثانية لكن هناك مسألة ولدت في معاهدة الاتحاد الأوروبي تتعلق بالتوازن الجغرافي والسياسي الذي يتوجب على القمة أن ترعي في توزيع هذه الوظائف الكبيرة وبالتالي لأغرض التوازنات السياسية والجغرافية في الاتحاد فإن الرئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا وهو اشتراكي ينتمي إلى الكتلة الاشتراكية وهي ثاني كتلة في البرلمان الأوروبي وبالتالي سيخلف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في هذا المكان حيث نقف أمامكم بقيت الكتلة الليبرالية وهي الكتلة الثالثة في البرلمان سيكون من نصيبها ملف السياسة الخارجية والأمن الأوروبي وسيدة كايا كلاس مثل ما تفضلتم هي المرشحة الوحيدة إلى حد الآن ولكن النقاش بشأن السيدة كايا كلاس لخلافة جوزي بوريل لا يزال مفتوحا لماذا؟ لأن بعض الدبلوماسيين خاصة من الدور الغربية يخشون من الحماسة التي أبدتها السيدة كايا كلاس على مدى سنتين الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأن يكون ذلك عائقا في تقدم السياسة الخارجية أو في إبلاغ الموقف الأوروبي خاصة وأن مسؤول السياسة الخارجية أو مسؤولة السياسة الخارجية تحمل بين يديها ملف حساس للغاية يتعلقوا بالعلاقات الخارجية يتعلقوا بالأسلوب الدبلوماسي وسيدة كايا كلاس تفتقدوا هذا الأسلوب على مدى سنتين في علاقتها وحدثها عن روسيا لكن لا تعرف لها مواقف خاصة كما يتعلقوا بالمنطقة العربية لذلك هناك لا يزال بعض الشكوك كان هناك تصريح لافت لأولاف شولتس قال فيه نمر بأوقات صعبة وعلينا أن نعرف ما الذي ينتظرنا هل هذا التصريح يشي بخوف أولاف شولتس وغيره من القيادات الأوروبية بالزحف أقصى اليمين وتأثيره في المستقبل على الاتحاد الأوروبي كتلة اقتصادية سياسية موحدة فعلا تحدث في هذا الاتجاه أولاف شولتس المستشار الألماني مثلما تحدث في السياق نفسه رئيس الوزراء الهولندي ماركوروتي وكذلك سايمون هاريس رئيس وزراء إيرلندا ثلاثته تحدثوا عن التحديات القائمة والمخاطر المحدقة بداخل الاتحاد بمعنى تنامي اليمين المتطرف في هذا الاتجاه التاريخي غير المسبوق الذي يشق المشهد السياسي مثلما أفرزت الانتخابات الأحد الماضي وكذلك التحديات الأخرى وهي خاصة هاتي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا ولا يلوح في الأفق أي حل سياسي أو أي حل وسط باعتبار أن طرفي النزاع يرفضان إلى حد الآن أي التنازل من جانب كلاهما وهناك مسائل أخرى تتعلق بالهجرة بالنسبة لعدد من الدول مثل إيطاليا هناك مسائل التغير المناقي وتداعيات خاصة المنافسة الشديدة التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي في مرحلة الرقمنة في منافسة مع الصين والمنافسة أيضا مع الشركات الأمريكية وبالتالي هناك تحديات كبيرة جعلت المستشار وغيرها يتحدثون عن وجوب الإسراع في حسم مسئلة التعيينات الوظائف الكثيرة والمرور مباشرة إلى وضع أجندة العمل بالنسبة إلى الأشهر والسنوات المقبلة تفضلي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات من بريكسل نور الدين لفريدي مراسل العربية اعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القيام بزيارة دولة رسمية إلى كوريا الشمالية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يونيو حسب ما أعلن الكراملين وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشيكين إن زيارة بوتن المرتقبة إلى كوريا الشمالية ستحقق نتائج جيدة وكان الكراملين أعلن في وقت سابق أن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في جميع المجالات ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي بعد ذلك في اتنام تفاصيل أكثر معك يا فلك نعم رويا زيارة هي الأولى للرئيس الروسي بوتن إلى كوريا الشمالية منذ أكثر من عقدين قد تحمل رسائل أكثر وضوحا عن مدى العلاقة بين الدولتين المعروف أن زيارات بوتن الخارجية نادرة خصوصا منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 في وقت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يستقبل أي رئيس آخر في بيونج يانج منذ جائحة كورونا ووفق سي أن أن هذه الزيارة تتم مراقبتها عن كثب كونها ستعزز الشراكة بين القوتين مدفوعة بحاجة بوتن إلى الدعم في الحرب على أوكرانيا زيارة بوتن هذه لكوريا سبقتها زيارة لوزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويغو قبل تغيير منصبه كما أن كيم زار روسيا في سبتمبر الماضي حسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أرسلت كوريا الشمالية نحو عشرة ألاف حاوية شحن تحمل نحو خمسة ملايين قذيفة مدفعية إلى روسيا لمساعدتها في حربها بأوكرانيا كما تؤكد سول أن كوريا الشمالية أرسلت أيضا صواريخ باليستية تم استخدامها في حرب أوكرانيا وأكد الأوكرانيون ذلك عبر بقايا الصواريخ التي عثروا عليها وبينما نفت روسيا وكوريا الشمالية عمليات نقل الأسلحة أظهرت صور الأخمار الاصطناعية التي وفرتها الحكومة الأمريكية انتقال سفن شحن روسية بانتظام من ميناء ناجين الكوري الشمالي من حدود روسيا واتجهت أغلب هذه السفن إلى قاعدة دوناي التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وتقع على مسافة 180 كيلومتر مقابل ذلك وحسب الاستخبارات الغربية أرسلت روسيا تكنولوجيا لكوريا الشمالية لمساعدتها في إطلاق مجموعة من أقبار التجسس الاصطناعية لكن كوريا الجنوبية استبعدت أن تكون روسيا قامت بنقل تقنياتها العسكرية المتطورة إلى كوريا الشمالية حيث تشارك معها الآن حتى الآن تكنولوجيا قديمة حتى تواصل الاحتفاظ بنفوذها على بيونج يونج مستمرون معكم ولدينا بعض الفاصلة حملة بايدن تخصص 50 مليون دولار لنشر أعلان يصف ترامب بالمجرم المدنة أهلا بكم من جديد الاتهامات المتبادلة بين رئيس جو بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب مستمرة باستمرار السباق بين الرجلين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة ترامب مجرم مدان عنوان لحملة دعائية أطلقتها حملة بايدن تصلت الضوء على مشاكل ترامب القانونية وإدانته الأخيرة ب34 تهمة جنائية بنيونج وخصصت حملة بايدن 50 مليون دولار فقط لهذا الشهر لتحقيق أهدافها من هذه الحملة دعائية ضد ترامب التي تأتي قبل نحو أسبوعين فقط من أول مناظرة ستجمع الرئيس بايدن وترامب ووصفت الحملة الدعائية من قبل مراقبين بالأكثر عدوانية لمهاجمة ترامب من قبل حملة بايدن وركزت الحملة الدعائية من قبل مديرية حملة بايدن على سرد تفاصيل إدانة ترامب في 34 تهمة جنائية ووصفت الانتخابات المقبلة بأنها ستكون بين مرشح مجرم مدان حسب قولها ورئيس يدافع عن مصالح أمريكا في قاعة المحكمة شاهدنا دونالد ترامب على حقيقته مدانا ب34 جناية ومسؤولا عن اعتداء جنسي كبرتكب احتيالا ماليا في حين جو بايدن كان يعمل على خفض نفقات الرعاية الصحية ويجبر الشركات الكبيرة لدفع ما عليها هذه الانتخابات ستكون بين مجرم مدان يهتم بنفسه فقط ورئيس يدافع عنك أنا جو بايدن وأنا أداعم هذه الرسالة لأول مرة تشهد الانتخابات الرئاسية في أمريكا علاقة دراماتيكية بين أسماء المرشحين للسباق الرئاسي وقاعات المحاكم فبعد اتهام ترامب ب34 تهمة جنائية كأول رئيس أمريكي سابق يودان وهو في خضم سعيه للعودة للبيت الأبيض يبدو أن عائلة رئيس جو بايدن هي الأخرى لها فصول مع هذه المحاكمات فما التفاصيل يا مولود؟ بينما كان جو بايدن يكرر وصفة ترامب بالمدان تتكشف تفاصيل أكثر عن متاعب قضائية في حق ابنه هنتر وابنته أيضا أشلي وإدمانهما للمخدرات تقول أكسيوس إنه عندما أعلن بايدن عن حملته الانتخابية عام 2020 كان هنتر وأشلي يعانيان من الإدمان على المخدرات والكحول وقد تم الكشف عن ذلك في السجلات المصرفية المقدمة في محاكمة هنتر الأخيرة التي أدين فيها بارتكاية ثلاث جنايات تعلق بالأسلحة النارية كما تعاني ابنته أشلي من تبعات تسريب مذكراتها التي كشفت فيها عن إدمانها على المخدرات وقالت إنه تم استهدافها فقط لأن والدها بايدن كان يترشح لمنصب الرئيس ارتباط عائلة بايدن بقاعات المحاكم تزامن أيضا مع توليه الرئاسة لكن التركيز هذه المرة وإدانة ابنه هنتر زاد من مخاوف مساعديه من تبعاتها على الانتخابات المقبلة وإذا ما كان عليه الترشح أو الانسحاب وغالبا ما يكون بايدن غاضبا أو مشتتا بفعل هجمات القانونية والسياسية في حق أبنائه حسب وقع أكسيوس ما دفع به إلى خلق ضائرة داخلية ووقائية حوله مشكلة من أقرب أصدقائه وفي بريطانيا قلق لدى حزبي العمال والمحافظين من تنامي شعبية طيارات أقصى اليمين التي تطرح آراء إشكالية فيما يتعلق بمعالجة مسائل المهاجرين والمسلمين والعمال الأجانب وقد تزايد النقاش خصوصا مع تنامي شعبية حزب الإصلاح اليميني الذي أظهرت بعض استطلاعات الرأي اقترابه من حزب المحافظين التفاصيل مع ريمة مكتبي أطرد المهاجرين والمسلمين واليد العاملة الأجنبية وأعيد بريطانيا للإنجليز البيد هذه شعارات أقصى اليمين ومنسم الانتخابات فرصة ذهبية لنشرها من برلمان أوروبا وصولا إلى مجلس العموم البريطاني والأرقام تتحدث فبعض استطلاعات الرأي تؤشر لتنامي حزب الإصلاح اليميني لدرجة أنه سبق المحافظين وحل ثانيا بعد العمال من المؤكد أن فراج وحزب الإصلاح يشكلني تهديدا لصوت المحافظين في إنجلترا وسوف نسمع المزيد عن هذه الأجندات الناشئة والمتغيرة والتي تستقطب الأصوات الأساسية للمحافظين تسير في شوارع بريطانيا فتظل أنها حضن دافئ لكل البشر بغض النظر عن اللون والعرق والجنس هذا في الظاهر أقصى اليمين يمد أذرعه في غالبية التيارات السياسية حزب المحافظين شهد مدّا يمينيا شرسا إثر حدوث بريكزيت وحول ترحيل طالبي اللجوء غير القانونيين إلى رواندا تحول المحافظين إلى اليمين يعكس نفس الاتجاه في الدول الغربية الأخرى حيث أصبحت وجهات النظر اليمينية أقوى وأصبح يمين حزب المحافظين أكثر صوتا خاصة كما رأينا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورسالة استعادة استقلاليتها وهذا الصوت اليميني يجذب أولئك الذين يشعرون بنسيانهم في بلد ليس كمكان وتزايد هذا الصخط والشعور بالاستياء منذ جائحة كورونا إن لم تحصل مفاجأة فبريطانيا تسير باتجاه الاتيان بحزب العمال للحكم حزب تتراوح اتجاهاته بين وسط وأقصى اليسار أقصى اليمين يتراوح بين تيارات متطرفة جدا في أرائها وأخرى تميل للوسط وقد لا يصلوا لحكم بريطانيا لكنه من المؤكد سيزعزع استقرار العمال والمحافظين وقد يصلوا لحكومة الظل من لندن ريمة مكتب العربية العلمة ليلة انتهى القادم خارج الصندوق على شاشة العربية إلى العلمة بتزامن مع حرب غزة تحذيرات دولية من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية نتيجة الضغط الاقتصادي الإسرائيلي كارثة لا يراها العالم السودان معرض لمجاعة ستودي بحياة أكثر من مليونين ونصف المليون شخص والوقت ينفد الاتحاد الأوروبي يجدد وجوهه قادة الاتحاد يبحثون أسماء زعماء التكتل بعد الانتخابات الأوروبية ورئيسة المفوضية باقية روسيا وكوريا الشمالية إلى ذروة تطور العلاقات بوتين في زيارة إلى بيونج يونج هي الأولى مدعقدين والتعاون العسكري على رأس الزيارة التهديدات الأمنية تعكر صفوة بطولة اليورو المقامة في ألمانيا العرس الكروي الأوروبي تحول لشغب واشتباكات دامية بين المشجعين والتوترات السياسية حاضرة وبقوة لكن في المدرجات وقبل أقل من أسبوعين على الانتخابات مسؤول بالحرس الثوري الإيراني يضع الخطوط الحمر للرئيس المقبل بقيادة المرشد طبعا ويحذر من إضعاف ما تسميه إيران بمحور المقاومة ولدينا أيضا موضوع متعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل ما بعد تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي بعد حل نتنياهو لحكومة الحرب فأرجو أن تبقوا معنا في خارج الصندوق شكرا